تعليق على بعض الأحداث العالمية والعالمات حتى 6 يونيو 2023 مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين يا رب ويعود عليكم الأيام بخير وبركة الصين تكون معاكم ويحافظ عليكم يا رب كالعادة تنبيه اللي بقوله باستمرار كل مرة في هذا الأمر خلي بالحضراتكم خدمة التعليق على الأحداث دي أحيانا بيكون فيها بعض الأخبار أو التعليق اللي هو من ضعفي بيتسبب تأثير سلبي لأضل بعض البعض يشعر بخوف البعض يشعر باكتئاب فلا كنت من النوعية دي خلي بالك مش محتاج تشوف الفيديو ده أما بالنسبة لأستاذ الأحباء اللي بيهيهتموا بالحضور الخدمة دي خلي بالهدف الخدمة مش نشرة أخبار هدف الخدمة هو حياة اليقظة الروحية أذكر ضعفي وحضراتكم باحتياجنا هذا الأمر احتياجنا لحياة الاستعداد احتياجنا ضروري جدا في هذه الأيام نحن نجمع زيت في مصابحنا زي الخمس عزارة الحاكمات انتظارا لمجيء العريس أو عشان أي حد يسلم ودعته يكون في حالة استعداد بالإيمان العامل بالمحبة هو ده هدف الخدمة ربنا كان طالب مننا ان احنا ننتبه للعلامات فعشان كده قالها لنا بالتفصيل زي ما بقولها كل مرة ليه ربنا قال لنا عليها واحد عشان ما نخافش لأن عارفها ان هي في الزمان الأخيرة ناس هتبقى خافوا عشان كده وعلمنا بطرس الرسول قال أما خافوهما فلا تخافوه وقال لنا أيضا عشان نؤمن في زي ما ربنا عارف ان ده هيكون زمن التشكيك ربنا هيكون عارف ان بيكون هجوم على الإيمان بتاعنا هذه الأيام عشان كده ربنا قال لنا حاجات ما تنفعش تقلب الصوت فاوله بالتخمين وتتحقق تشهد على إيماننا فعلا الوحي الوحيد المكتوب بروح الله القدوس عشان كده ما فيش كتاب تاني يذكر علامات نهاية الأيام في معادة كتاب جه بعد كتاب المقدس بست قرون سرق منه ولكن طلحها بصورة أسطورية والهدف التالت وهو ده الأساسي وده هدف الخدمة حياة الاستعداد زي ما قال الكتاب لما تبتدي تكتمل إمتى ما عرفش لما تكتبي تبتدي العلامات دي أن يرفع راسنا أنا آسف الوحيد بيخلي الوحيد لخبط في الكلام لما تكلم كتير ساعتين وشوية فأنا آسف لو بصد بيضعف بعد ساعتين أو ساعة ونص وكمان التون بيوطى وأحيانا بلخبط في التعبيرات معلش ده صحة اللي بدأت تتضعف أنا أعتزره بشدة ربنا يباركه المهم زي ما ربنا قال فعلا هتحصل علامات في السماء وعلى الأرض زي ما قال بوضوح شديد في الوقت 21 وفي رؤية 6 وغيرها كتير جدا وده بيحصل قدام عينينا بقعة شمسية سببت رياح شمسية وانقطاع في بعض موجات الراديو في مناطق زي هواي وفعلا بتحصل علامات وتزايد النشاط الشمسي زي ما قال الكتاب أنه حنشوف علامات في الشمس والقمر تزايد النشاط الشمس علامة واضحة من الأشار إليها الكتاب المقدس ما يزهر تزايد النشاط الشمسي أن الشهر الماضي في كل يوم واحد وثلاثين يوم أكتر من مئة بقعة شمسية ملخصهم اللي قدام حضراتكم وما حدش يختلف أنه تزايد النشاط الشمسي في السولر سايكل الخمسة وعشرين بيقى واضح جدا دليل ودليل علمي يؤكد أنه جزء كبير من تزايد درجة حرارة الأرض مش زي ما بيحاولوا يخدعوا حضراتكم وخاصة في الغرب الفكر الليبرالي اللي عايز يقنعكم ويقمعكم بحجة البيئة وارتفاع درجة الحرارة وأنتو الشعب يا وحشين اللي لازم نتحكم فيكم عشان البيئة اللي حرارتها بترتفع لا دي خدعة كبيرة لبرالية علشان نظام العالم الليبرالي الموحد اللي حايز يتحكم في العالم دي خدعة كبيرة أغلب تزايد درجة حرارة الأرض هو من تزايد الأنشطة الشمسية دراسة توضح تزايد درجة الحرارة في طبقات الثيرموسفير وطبقات الجو العليا ودرجة الحرارة بتزداد بما يناسب تماماً تزايد النشاط الشمسي في السولر سايكل 25 دورة 24 للشمس كانت أعلى من السابقة دورة 25 أعلى من 24 بكتير وأها قدام حضراتكم شوف الأرقام القياسية لحط قحقتها دورة النشاط الشمسي 25 زي ما قال الكتاب وهيتحقق على فكرة قريباً إن الشمس تبتلي تحرق الناس وبدل ما الناس يشوفون ده موجود انزار من 2000 سنة عشان الناس تتوب بدل ما هتتوب هيجدفه في وجه ربنا وده اللي بيحصل الناس تشوف الكوارس اللي بتحصل في البيئة فبدل ما يتوبه يوجهه يجدفه على اسم ربنا ده أعتقد اللي بيقي واضح فعلاً قدام عينينا الصين لما أعلنت أن هي هترسل رواد فضاء للقمر آخر هذا العقد ده كده أصبحت منافسة لكل من بيزوس وإيلون موسك اللي فيه سباقهم لرحلات الفضاء وكمان الوصول للأمر والسياحة الفضائية فدولة فيه تصابق لاتنين الأمريكان دولة وكده الصين دخلت منافس ليهم وتتصابق معهم في هذا الأمر شيء غريب وعكس اللي كان في الماضي وملهوش تفسير حتى الآن أنه أرض دورانها بيتزايد بيتزايد سرعة دوران الأرض وده هيضطر مراقب الوقت يبتدوا يطرحوا ثواني من اليوم بدل ما كانوا بيحطوا ليه بسكن وده حاجة غريبة ولكن حاجة مهمة أيضا بعض المشاكل البيئية سرعة الرياح والأعصير اللي تتزايد أليس سرعة دوران الأرض أنا عارف أنه هي نسبة بسيطة جدا لكن برضو يصاحبها تزايد الأعصير والرياح إذا كانت سرعة دوران الأرض بيتزايد البعض هيولي ده نسبة بسيطة ضئيلة لا تذكر فعلا لكن لها تأثير ولو بسيط مع تزايد الرياح الشمسية وتزايد الأنشطة الشمسية هيبقى مؤثر يوم 2 يونيو 9 كور نارية فتزايد تساقط من نجوم السماء أيضا في نفس الوقت تزايدت فيه الزلازل فزي ما بقول رقم 6 اللي خلاص بقي كل اسبوع تقريبا فيوم الثلاثة اللي فات 25 زلزال منهم واحد بقوة 6 و 2 من 10 في نيو زيلاد يوم الخميس 69 زلزال ما بين متوسط وقوي ده فيوم واحد ده مش في اسبوع منه واحد بقوة 6 اتخفض لخمسة وتسعة في الصماء يوم السبت 60 زلزال ما بين متوسط وقوي أيضا في يوم واحد والاسبوع ده الواحد حصل بـ 110 زلزال قوي في اسبوع واحد وفعلا زي ما قال الكتاب بتتزايد الزلازل أيضا في نفس الوقت تزايدة البراكين اللي قالئي عنها عمله رسل صاح 2 ويبدأ من كنا بنتكلم على 3-4 براكين في السنة بالوقت بنتكلم على كان بركان نشط في نفس الاسبوع إن لم يكن في نفس اليوم على سبيل المثال الحصر عدم استقرار أسفل بركان تابوا في نيوزيلاند ومخاوف أن يحصلوا انفجار قوي انفجار آخر لبركان بوبوكاتابيلي أطلق رماد لـ 21 ألف قدم انفجار آخر لبركان نيفادو أطلق رماد لـ 19 ألف قدم انفجار آخر لبركان كوتو باكسي أطلق رماد لـ 21 ألف قدم انفجار آخر لبركان سنجاي أطلق رماد لـ 22 ألف قدم انفجار آخر لبركان سبن كاي وأطلق رماد لـ 24 ألف قدم وملخص البركان النشطة يوم الحد اللي فات كل دي بركين نشطة من فوركينو ديسكوفري في نفس اليوم كل دي وشوفوا تزايد البركان ازاي ومرة أخرى أكرر نفس الموضوع خدعة وكتبة البيئة البيئة بتتلوث أيوة في تزايد حرارة في بعض المناطق أيوة في تزايد سانيوكسيد الكربون في بعض المناطق بنسبة قليلة أيوة لكن هل ده سبب والأساس للنشاط البشري الطبيعي إحنا؟ لا دي خدعة شوفوا تزايد النشاط الشمسي شوفوا تزايد نشاط البركان وانت تعرفوا السبب إيه وتزايد التجارب العسكرية والتجارب الصناعية والتجارب بتاعة الحكومات هتلاقوا العامل البشري لا يذكر لكن هم ده اللي عايزينه هم مش عايزين يقللوا نشاطتهم العسكرية هم عايزين يتحكموا فيك أنت كبشر وده هدف الشيطان إعدادا لإبن الهلك أيضا الأوبئة اللي بتتزايد أدلة تظهر أن الحكومة البريطانية استخدمت الزكاء الصناعي لمراكبة وإخراس الأطباء هايزين الرأي الوحيد اللي تقال من تدرس وبيل جيتسك تنفذ على العالم أي دكتور بما فيهم الأخصائيين ممنوع كل الدكتور لما يتكلم على أنه ده غلط على الطعم ولا على اللوكداون ولا الكلام ده يتقطع لسان الدكتور مباشرة فالحكومة البريطانية استخدمت سكاء صناعي عشان تخرس الأطباء والمعارضين لقرارات الإغلاق لكن الحكومة البريطانية بتقول لا لا ما عملنا شيء كلام ده رغم على فكرة الأدلة بدأت تزهر على فكرة الحكومات الغربية طلعت أشر بكتير مما كنا نتخيل اتضح أن بعض الأعشاب البحرية اللي بتتريمي على شواطئ فلوريدا بها إصابات بكتيريا أكلة للحوم البشر وتزايد الأوبئة اللي فعلا كل يوم بينا نسمع عن أمراض جديدة أو أوبئة متزايدة للأسف اللي بيرعبوا بكوارس ما نعرفش مداها بما فيهم الوباء الماضي اللي حتى الآن واضح أنه أكتر أدلة توضح أنه كان صناعة بشرية أيضا دلوقتي بيلعبوا بالفيروسات بشكل فعلا لا أخلاق فصنعوا فيروسات معدلة جينيا يقدروا يحملوها عشرين ضعف دي إن إيه طبيعي بتاعها ليه؟ بحجة أن عايزين يستخدموها في العلاج الجيني فتستطيع أن هي تقوم بتغيرات معقدة في الخلية طب يطر أبعاد الموضوع ده إيه؟ والعايزين يسرعوا ويستخدموه في الجين ثيرابي وبرضو بعض التطاعمات يطر ما ده إيه؟ مش ممكن يطلع أوبئة جديدة؟ مش ممكن يطلع سرطانات وأمراض مناعية جديدة بالإضافة للأمراض المناعية المتزايدة جدا هذه الأيام؟ ليه بيلعبوا بحاجات أعلى من مستواهم بكثير؟ أنا لست ضد التقدم العلم لكن أنا مع الحذر في هذا التقدم موديرنا وميرك عايزين يعملوا تطعيم أو عملوا تطعيم ضد السرطان الجلد وكالعادة عايزين يحصلوا على موافقة سريعة ليه؟ تطعيم جديد ضد سرطان الجلد الشيء جميل لكن ليه الموافقة السريعة؟ ليه ما ياخدش حقه في التأكد من سلامته قبل ما نكتشف كوارثه بعد ما يكونه ردي بدأ يتاخد ليه كل مافيا الأدوية كل حاجة هالله بسرعة الموافقة بسرعة بدون ما نتأكد لسلامته هي دي الإشكالية مافيا الأدوية بقت فعلا زيها زي تجارة السلاح أهم حاجة الربح مش مهم التأكد من السلامة ودي بقت مخاطرة جديدة أخبار الحروب طبعا واللي حضراتكم شايفين الكوارث اللي بتحصل حوالينا واللي هم مش عايزين سلام لا شرق ولا غرب أوكرانيا تحاول الهجوم على قصر بوتين تاني بطائرات بدون طيار وتم إسقطها المشكلة أنه أنا لا مع أوكرانيا ولا مع روسيا ولا مع الشرق ولا مع الغرب أنا تمنى الوصول للسلام ومتدايق أن الشرق والغرب الاثنين بيسعوا للحرب مش للسلام لكن مش بوتين قادر أنه هو يضرب زيلينيسكي بكل سهولة وقبل كده وعد أنه هو مش هيهجم على زيلينيسكي وعشان كده ما قموش على هجوم واحد على زيلينيسكي دي تاني مرة زيلينيسكي ما بيحترمش هذا الأمر وبيحاول يهجمه على قصر بوتين لكن ده للأسف ده يعتبر أسوأ هجوم على موسكو من الحرب العالمية التانية بسبب هجمة الطيارات بدون طيار على موسكو فروسيا تتهم أوكرانيا بالإرهاب وبوتين يقول أن أوكرانيا بتحاول أنها تخوف الشعب الروسي بوتين أكد أنه قام فعلا بضربة على قيادة المخابرات العسكرية الأوكرانية بوتين يأمر الجيش بالتحرك وده قد يوصل نتعرفين أنه لسه روسيا لغاية دولات مستخدمتش جيشها بكامل قويته في حرب أوكرانيا لكن زي ما بتقول الأخبار أنه بيزود مستوى الجيش بتاع روسيا في اشتراكه في الحرب وده ممكن يوصل لمستوى الجيش الروسي في اشتراكه في الحرب العالمية التانية في الأيام القادمة فالموضوع حيتطور لإيه؟ رب نيستر سيارة أوكرانية مفخخة تنفجر في منطقة سيطرت عليها روسيا وتصيب شخصيات تابعة لروسيا ومبنيين وده للأسف أسلوب غير لائق أنا عارف أن أوكرانيا عايزة تدافع عن أرضها ده لو كانت بتدافع عن أرضها فعلا بأي شكل مش لأعراض تانية أجندة غربية ولكن ما تحاول تدافع عنها بالسلام أو حتى بالأسليب المشروعة أوكرانيا تفجر طريق بين روسيا وكريميا فاللي مضيقني في الموضوع ده تفاقم الأمر خبر أكيد حضراتكم سمعتوه مبارح وهو تفجير سد أوكراني في منطقة نوفا كخوفجة اللي حيدمر مناطق كتيرة أوكرانية وروسيا وأوكرانيا بيتبادلوا الاتهامات المناطق الأوكرانية دي خضعة الفكرة لسيطرة روسيا أوكرانيا عايز العالم يتهم روسيا بجرائم الحرب والروسيا تقول أن العمل هذه الفعلة أوكرانيا عايز أدي تحليل سريع جدا لهذا الأمر وليه أصلا؟ لأنه ده يوضح لنا الموضوع ماشي الفين بالطبع مش هقدر أجزب مين اللي قام بهذه الفعلة الآن وأنا لسته في أي جانب أنا مع السلام أنا نفسي أعمله السلام النهاردة قبل بكرة وإن كنت أتمنى أن كان السلام يتعامل من سنتين فاته زي ما كان عايز ترام لكن كالعادة نحل المين المستفيد عشان نتوقع إيه اللي ممكن يحصل في المستقبل القريب الجانب الروسي يقال أنه سيستفيد من تعطيل بسيط للهجمة الأوكرانية المضادة قد يكون لكن أيضا روسيا ستتعطل عن استكمال هجومها في المنطقة دي اللي كانت بتتقدم فيها وأيضا المية المنحدرة ستيجي على مناطق مسيطرة عليها روسيا يعني هتخرب مناطق اعترفت بيها روسيا أنها تبحها ما أعتقدش روسيا هتخرب مناطق قريدي استولت عليها الجانب الأوكراني هيستفيد من تعطيل الهجوم الروسي اللي كان بيتقدم في المنطقة دي بيستفيد من وضع مواقع دفاعية بحرية وأنه يقدر كمان يهجم من ممر مائي لأنه في أوكرانيا تستفيد من المنحدر ده لأنه روسيا ما تقدرش تمشي العكس لكن أوكرانيا تقدر تمشي مع المنحدر المائي اللي بيتاجه من أوكرانيا أوكرانيا الأرض بتاعها مرتفعة المنطقة اللي سيطرت عليها روسيا هي المنخفضة فالميا هي للتغرقها بل أيضا أوكرانيا حيلاقي حجة في تأخر الهجوم المضاد اللي بدأ ومش محقق أهدافه لغاية الآن ولا أعتقد شفنا كتير تلكك الجانب الأوكراني في تنفيذه زي عايز أسلحة كل البطاريات بتاعت صواريخ باتريت اللي طبعا معروفنا ما يقدرش يحصل عليها ولا مش هقدر أقوم بالهجوم المضاد وانت بتتلكك الحاجة الغريبة أن أوكرانيا برضو حتستفيد بكسح الكتير من الألغام إلى الجانب الروسي والمتضررين حتى لو فيه أوكرانيين متضررين دولا الأوكرانيين في المواطن أو المواقع اللي مواليين لروسيا وبيتكلموا اللغة الروسية واللي كانت أصلا إدارة زيلي نيسكي بتتطهدهم قبل الهجوم الروسي طب أوكرانيا هتخسر إيه بعد كل المسكاسب دي كلها؟ مش هيخسر إلا تأجيل الهجوم المضاد اللي هو أريدي بتأجيله أوكرانيا طيب من ناحية الظروف المحيطة يا ترى مين اللي عنده كاميرات المراقبة؟ كاميرات المراقبة أوكرانية ممكن ليه يتقولولنا أوكرانيا ليه معرضتش فيديوهات إثبات أنه هو هجوم روسي بايداما روسيا قدمت فعلا أدلة أن تخريب أوكراني مفتعل؟ وعلى فكرة تاريخيا دي مش أول مرة أوكرانيا تهجم على السد ده؟ على فكرة أوكرانيا فعلا حاولت تهجم على السد ده قبل كده وده أمر مصبت؟ الحاجة الثانية هو مين اللي كان مستعد؟ مش حاجة غريبة أن أوكرانيا كانت مستعدة وأسرع في التحرك وكانت أوكرانيا أنشأت بالفعل مواقع دفاعية صالحة تهجم منها بحريا لما ينهار السد ده يعني كما لو كانت أوكرانيا عرفة مصبقا أن السد ده ينهار مرة تانية ما عرفش أجزب لكن أنا بالحقيقة من المؤشرات دي كلها واللي نسمعه من وسائل الإعلام شرقية وغربية أنا أميل أن يكون الجانب الأوكراني وعشان كده أمريكا لغاية دلوقتي سكتة معرفش لكن لو ده كان صحيح واللي خر بالسد الأوكراني هو أوكرانيا زيلينيسكي ده لو كان صحيح ده يضاف لما فعله سابقا زيلينيسكي من تخريب المفاعل عشان يتهم بيه روسيا ومش فارق معك كواليس اللي ممكن يعملها اشتراك أوكرانيا في الأدلة اللي بدأت تظهر مع أمريكا في تفجير أنابيب البترول أنابيب الغاز الطبيعي وغيرها من مواقف مشابهة زيلينيسكي لو كان الموضوع ده صحيح مستعد يضمر بلده ويحرقها ويغرقها ويضحي بأراضي ممكن تتضمر للأبد ومتبقاش مناطق زراعية ويضحي حتى آخر جندي أوكراني وآخر قطعة أرض أوكرانية يضمرها للأبد في سبيل استنزاف روسيا واللي بيكسب مش أوكرانيا اللي بيكسب هو الإرارة بالإدارة الغربية أو الإرادة الغربية بخاصة أمريكا هو زيلينيسكي بيعمل في بلاده كده ليه وفي شعبه كده ليه ده لو كان فعلا الموقف ده هو اللي عمله طيب ليه أنا بقول القصة دي كلها لمش هتهم حضراتكم في ولا حاجة هتهمكم في حاجة واحدة ده يضعي في الأمل في السلام ويعني كل محاولات السلام اللي بترفضها أحيانا الروسيا وفي أغلب الأحيان بترفضها أوكرانيا وبتتلكك يعني الموضوع هم مش عايزين سلام طيب إيه المشكلة؟ ده حيتفاقم الكوارس الاقتصادية في العالم حيتفاقم استقطاب العالم وحيتفاقم المكاسب الكارثية الصينية لأن الوحيدة اللي بتستفاد من كل هذا الموقف للأسف الصين لا روسيا ولا الغرب ويضع في الأمل في السلام ده أكرر مرة تانية لو سبت أنهو تقريب أوكرانيا في تطور خطير مسؤول روسي يقول أن السياسيين البريطانيين هم الآن أهداف عسكرية لروسيا بسبب تزايد مساعدتهم العسكرية لأوكرانيا يعني كده الموضوع ممكن يتقلب حربة عالمية ثالثة بكل سهولة وهو ده الخوف من كده رئيس بيلاروس يقول أن أي دولة هتنضم الاتحاد روسيا وبيلاروس هتقدر تحصل على أسلاحة نووية روسية ده كده أسلاحة نووية ببلاش للي عايز بس انضموا للاتحاد بيلاروس وروسيا طبعا ده كارسة وده كده خطر اللي بتعمله روسيا أنا عارف أن روسيا قالت أن هي بتعمل زي ما عملت أمريكا لكن كده يزود التسلح النووي بدل أمل أن هو يقل وده ضد السلام اللي نحن نتمناه أسلحة أمريكية لأوكرانيا تم رصدها أن هي وصلت في قيد عصابات كرتل المكسيكية يعني الموضوع بقي فيه تجارة أسلاحة ووصلت الأسلاحة دي لأيد العصابات يعني الأسلاحة اللي بتبرع بيها أمريكا الأوكرانيا ما بتستخدمش في الحرب وبس للأسف أمريكا تعترض على انسحاب روسيا من الاتفاقية النووية وأمريكا هتمتنع عن ان تشارك أي معلومات نووية مع موسكو بسبب تزايد حدث الموقف النيتو هيزود من قواته في كوسفو انتو عارفين الخلاف اللي حاصل في كوسفو ما بين الشعب السربي اللي لسه موجود في كوسفو وقوات كوسفو أو رئاسة كوسفو اللي موالية للغرب والموقف ده برضو للأسف انتو عارفين ان الكوسفو أو الصرب صربيا أو الموقف ما بين الخلافات العرقية في منطقة بحر أو منطقة البلطيق دي سبب الحرب العالمية الأولى والتانية أو البزرة اللي اندلعت منها الحرب العالمية الأولى والتانية فهلها تكون هي السبب برضو في الحرب العالمية الثالثة لو تضافت على موقف أوكرانيا الجيش السربي يصدر تحذير بتزايد العنف ضد السرب في كوسفو انت عارفين من ساعة الغرب ما تدخل وضرب السرب عشان البسنة والحرسك وكوسفو واخد جزء من السرب وخلاه تحت حكم حكومة كوسفو اللي موالية للغرب الشعب السربي اللي لسه موجود يحاسس بالقمع فالجيش السربي دلوقتي في السرب عايز يدافع عنه لو الموضوع ده بدأ هيندلع حروب تتوسع ودفقال بأوروبا وممكن تتحول حرب العالمية بكل سهولة لان السرب موالية الروسيا السرب يرفضوا تسليم أسلحتهم للقانون الجديد اللي صدر بعد حدثة إطلاق النار السرب معترضين على اللي بيتعرضوله وكمان طلعوا قانون ضدهم ان هم ان يسلموا أسلحتهم قالوا لا طبعا مش انسلم أسلحتنا الصين اللي لأسف بتتزايد سيطريتها وهي أكتر واحدة بتستفاد من المواقف كلها الانهيار الغربي والمشاكل الشرقية فالحلم الصيني هو نظام عالمي موحد بقيادة الصين والصين ماشية بطرق مشروعة وغير مشروعة وفاسدة في تحقيق هذا الحلم وللأسف الصين الحكومة الشيعية الباشعة القابضة ده بيقلدها الحكام الليبراليين الغربيين كما لو كانوا بينفزوا أجندة الصين أمريكا تستهدف شركات صينية ومكسيكية وتقول ان السبب هو تجارة أدوية غير مشروعة أمريكا تنفذ خطة الصين من ناحية وتقف ضدها من ناحية تانية ونحن مش فاهمين مين معه ومين ضد الصين تعبر عن قلقها بعدما كشفت روسيا أن أمريكا كانت بتتجسس من خلال تليفونات أبل على الدبلوماسيين في روسيا بما فيهم الدبلوماسيين الصينيين اللي موجودين في روسيا طائرات صينية اعترضت طريق حاملة طائرات أمريكية في جنوب بحر الصين انتوا عارفين ان الصين بتاخد كله شوية بحر الصين ده مش مش تابع للصين ده اسمه بحر الصين ولكن هو مياه دولية ولكن الصين كل شوية تاخد منه حتة تيجي لمنطقة أعشاب مرجانية وتحولها جزيرة صناعية وتعملها جزيرة عسكرية تابعة للصين فكل شوية بتاخد قطعة بتاخد سلايس من البحر اللي ده وكل ما تاخد منه قطعة تعترض على عبور اي طائرات غربية او حاملات سفر غربية زي سفن الأمريكية فالصين قاعدة بتستفز وقاعدة بتفرض سيطرتها بزيادة وللأسف امريكا كل ما لها بتضعف قدام الصين امريكا تقول ان اعتراض الطائرات الصينية لحاملة طائراتها فوق جنوب بحر الصين كان غير مهني واقيد امريكا في هذا الامر ولكن امريكا هي اللي بتضعف قدام الصين للأسف الصين في المقابل تلقي اللوم على امريكا في الاستفزاز اللي سبب حادثة اعتراض الطائرات الصينية لحاملة الطائرات الامريكية في جنوب بحر الصين فالصين بتقول ايه؟ امريكا اللي عدت جنب الجزر بتاعتها طب هيا دي ما كانتش جزركم لانتوا جيتوا المناطق شعب مرجانية وعملتوها جزر صناعية في مياه دولية وحولتوهم جزر صينية عسكرية خلي بالكم من الصين واللي بتعمله والافترة بتاعها وربنا يسطل ان دي دولة بشعة مجموعة تهكيرية الصينية امسكت وهي بتتجسس على الشركات الامريكية على فكرة الصين اخترق الدول كتير الصين تغضب من تعليق سكرتير الدفاع الامريكي ان امريكا لن تقبل استفزاز الصين لحلفائها وان امريكا تقف بجوار او بجانب طيوان غالبا الصين لها مراكز شرطة اكتر بكتير من اللي كان متوقع او اكتشف في كندا عارفين ان التهمة المتهم بيها ترودو انه فعلا اخد رشاوي من الصين ترودو حاكم كندا رئيس وزراء كندا فعلا خاضع للصين هو والحزب الليبرالي حكومة ترودو تدخلت الصين في اخر مرتين ينتخب فيها ترودو عشان كده نجح وده تم اسباته لكن هما كل الخلاف دلوقتي مش حصل ولا ما حصلش ده مصبت انه حصل يعني الصين عينت ترودو في كندا متخيلين لكن كل الموضوع الخلاف دلوقتي الصين تدخلت بنسبة قد ايه هل نسبة مؤسرة ولا نسبة اولئية لا نقدر نقول مش مؤسرة هو كل الخلاف عليه لكن الصين تدخلت في الانتخابات الامريكية الكندية عشان تجيب ترودو ده مصبت عشان كده ترودو يقف زي التلميذ الخايب قدام شي جينبين فبيكتشف انه الصين لها مراكز شرطة اكتر من من التوقع وحكومة ترودو بتغض البصر تماما عن المراكز الشرطة الصينية على فكرة لما يتقال مراكز شرطة ده مش معناها مركز شرطة بالمعنى المعروف يروحوا يبضوا على مجرم لا معناها حكومة صينية مصغرة داخل الدول يعرف لما تقول دولة داخل دولة الصين بتنشئ لها دول صغيرة داخل الدول يعني لما بتعمل مراكز شرطة جوة كندا وجوة امريكا وجوة دول اوروبا هي بتعمل لها حكومات صينية جوة الحكومات الغربية بما فيها تحكم، مراقبة، تسجيل، تدخل في الانتخابات وغيرها بحيث شي جنبين يبقى مؤثر في قرار الدولة وفي سياسات الدولة ولازم ينفزه أجندة شي جنبين ملحوظة رئيس جزيرة سليمان في زيارته الكندا وعد الدول بيحذر من الصين وبيقول ان الصين عشان تتدخل في اي دولة تبتدي بالتالي الصين تيجي للدولة وتيجي لرئيس الدولة وللسياسيين في الدولة دي تديهم رشاوي تروح لشخصيات الرفيعة في الحكم زي تروضو في كندا اللي أصبح مصبت هو وحزبه تديهم رشاوي عشان تكسر عينيهم وينفزوا أجندته بعد كده تبتدي تنشئ في الخفاء مراكز شرطة يعني حكومات مصغرة تسجل وتهكر وتتفرد وتتدخل في السياسة وتنتخب السياسيين اللي ينفيدوا مصلحة الصين وطبعا عشان هي دفع للشخصيات رفيعة المستوى في الحكم رشاوي يعدوا الموضوع بعد كده تبتدي تتوسع من سيطرتها وتفرد نفسها في شؤون الدولة وتبتدي تاخد من الدولة دي حاجات اقتصادية عشان المصانع تتفتح عندها ويزداد الانفلوينسر أو النفوذ الصيني أو الهيمنة الصينية على هذه الدولة من الداخل زي سرطان بينتشر بل بتوصل لدرجة أنها بتهدد وبشدة بما يصل للقتل أي سياسي يبتدي يقف للأجندة الصينية في هذه الدول ويخالف سياستها وأهدافها من تدخلها في هذه الدولة الموضوع ده أصبح مثبت في عدة دول على سبيل المثال أصبح واضح في كندا أنا مش عارف كم واحد بيحرك تروده اللي ثبت فعلا أنه الواف بيحرك تروده وده مثبت وكمان الصين بتحرك تروده طب تروده ده باع نفسه لكم واحد باع نفسه لكم واحد محاولة لكوريا الشمالية الفاشلة ليه إطلاق الصاروخ اللي يحمل ساتيلايت المحاولة دي أرعبت كوريا الجنوبية ليه؟ لأنه فتكرته هجمة صاروخية في أطلاق سفرات الإنذار والناس جريت على المخابع وكانت كرسل كوريا الجنوبية أسرعت أنها تحصل على حطام الصاروخ بتاع الساتيلايت الفاشل بتاع كوريا الشمالية اللي سقط في البحر عشان تعرف كوريا الشمالية بتوصل لإيه والتكنولوجيا فكمان الصراع ما بين الكوريتين ربنا يسطر ما ينفجرش تركيا لن تحضر اجتماع الناتو القادم في السويد والغاية دلوقتي تركيا مع أسلاجها في موضوع عند مام السويد الإمارات تنسحب من الاتحاد البحري بقيادة أمريكا وللأسف التفكك ابتدى يتزايد فما بعد السعودية واللي انسحبت وحضنضمت دلوقتي للبريكس الإمارات دلوقتي بتنسحب من الاتحاد البحري بقيادة أمريكا وبتتوجه للكتلة الشرقية وهكذا فللأسف قبضة أمريكا بتنهار ده مش عشان حاجة يعني مش عشان أمريكا أحسن كل لا لكن البديل بتاع أمريكا أسوأ جدا وهو الصين وده أشرب كتير وللأسف أمريكا الحزب الديمقراطي هو التاني مش بس بيوقع في أمريكا وبيسلمها واجبة سهلة للصين هو التاني كمان بينفس سياسات الصين من مراقبة وقمعه ومنع حرية التعبير ولكن بينفس حاجات تخرب الدولة زي الأجندة بتاعت الحاجات الشزوز والكلام ده والفكر الليبرالي اللي يوقع أي دولة من انقساماتها زيارة رئيس إسرائيل لأزربيجان قحيطت بأمن مرتفع جدا بسبب مخاوف أن إيران ممكن تتدخن وتحاول تفسد الزيارة طالبان ترسل سيارات العسكرية اللي أخذتها من أمريكا فاكرين لما بايدن حاب يسيب أفغان ففخرب الدنيا وسلم وأفغان طالبان استولت على كمية أسلحة أمريكية وحديثة طالبان بتستخل المركبات العسكرية الأمريكية وأيضا عندها مدرعات سوفيتية قديمة كل ده بتستغله علشان تودي للحدود مع إيران في احتمال أنه كان فيه اتفاق ما بين طالبان وإيران دولات متوقع أن يحصل خلاف ما بينهم هل ستحدث حرب بين طالبان وإيران بسبب خلافاتهم على المياه مش عارفين إيه اللي حيحصل أرجو أني محدش أسازيت لأحباء أونلاين يشغلكم بأن يدخلكم في موضوعات تانية بيكونوا جايين بس عشان يشتتوكو ويشتتون هنا كمان لما ألاقي كل الدوشة والقصص دي كلها على التكست أرجو أني مدخلوش حد يشتتكو رجاء محبة القائد الإيراني قد يرحب باستعادة العلاقات مع مصر فمصر كمان ممكن تتصالح مع إيران الخبراء يحذروا أن إيران أصبحت تمتلك مواد نووية تقدر فعلاً تنفذ سبع قنابل نووية يعني ممكن الموضوع يتقلب نووية إسرائيل تعترض على منظمة الطاقة النووية التي تتراخى أمام إيران وتقول أن منظمة الطاقة النووية هذا مخيب للأمال أخبار عامة من الكوارس التي تحصل حوالينا خلي بالكم وخاصة على الجيل الجديد من الذي يحصل حوالينا اتضح أن هناك أكتر من 400 مليون تليفون أندرويد متصاب ببرامج تجسس ومش بتجسسه على ابنك بس بيتجسسه على الأسرة وعلى كل حاجة بالكامل من خلال الألعاب هو دوانس دخلها بتدخل على النت وتتجسس على كل حاجة بتعملها الأسرة والألعاب دي يجب حسفها مباشرة وخلي بالك ليكونوا ابنك أو بنتك نزل واحدة من الألعاب دي على التليفون بتاعه دي بعض أسماء الألعاب دي قدام حضراتكم ياريد تخلي بالكم ممكن يكون أسرتك وبيتك وكل أجهزتك مخترقة من خلال أب لعبة نزله ابنك على التليفون اتضح أن بنك أمريكا أعطى معلومات زباين بتوعه اللي كانوا في واشنطن وقت أحداث 6 إبريل اداها لل FBI طوعية بدون طلب من الحكومة وبدون حتى ما يقول للزباين إن هو خد معلوماتهم وإداها لل FBI وخاصة لو حد كمان اشترى سلاح يعني لو شخص بالصدفة في 6 يناير كان راح واشنطن وانشترس حتى إن شاء الله سندويتش باستخدام الكارت بتاع بنكو في أمريكا أمريكا خدت معلومات بنكو في أمريكا خد معلومات الشخص ده بالكامل وراح جير يؤديها لل FBI فلان كان موجود في واشنطن يوم 6 يناير وده تاريخ الشخص بقى بالكامل وعنوانه وبنكو والكلام ده كما ايه رأيكم ده المفروض بلد كانت رمزها زمان الحرية دلوقتي أبعد ما يكون عن الحرية البنك بتاعك بيتجسس عليك وبيدي معلوماتك بالكامل للشرطة ده احنا لو كنا في دولة قمعية زي الدول الشرق الأوسط أو الأقصى ما كانوش يوصلوا لهذا المستوى ده حصل في أمريكا ما تخلوش حد يشتتكم عن القرآن والكلام ده دلوقتي على التكست رجاء محبة مدير مايكروسوفت يطالب بقيود أكتر للزكاء الصناعي التطوريين كمان خايفين من الزكاء الصناعي هيمنع تطور البشر بدل ما احنا تطورنا ووصلنا دلوقتي لهومو سيبيان ولا هومو سيبيان سيبيان خايفين ان الزكاء الصناعي ومنعنا ان احنا نتطور له هومو نوفا كمان الزكاء الصناعي بالفعل تم استخدامه في تقليد أصوات وتزورها مش بيزور الصور والفيديوهات والصوت كمان بل بدأ بالفعل فاكرين اللي كنت حذرت حضراتكم أكتر من أسبوعين ثلاثة على ان الزكاء الصناعي بدأ يقلد أصوات فممكن يزوروا بي فيديوهات صوت وصورة لشخصيات ده بدأ بالفعل ممكن بكرة الصبح تلاقي الشخصية مشهورة زي عمل البابا الفيدي كان شوية صور لا ده بكرة ممكن يعملوها بالصوت والصورة ولا بابا كنساتنا ولا شخصية ساسية ولا بأي حتى زي ممكن ضعفي ويعملوله فيديو صوت وصورة ويبقى هو فعلا صوت وصورته والفيديو واضح فعل مشين وهو عمر ما قام بالكلام ده كله ده معمول بالسكاء الصناعي للأسف النقطة حتى اللي كان لسه فيها شوية حماية حتى ضد طيب أنا هبتدي أوقف الناس على اسم اي ده حط الناس في time out علشان التشديد اللي بيحصل معلش سامحوني فيه اختبار كمبيوتر بص التجربة اللي عملوها الكارثية دي تمثيل لزكاء صناعي زكاء صناعي بتحكم في طيارة بدون طيار قتالية فالسيميوليشن اللي عملوه الزكاء الصناعي قرر انه يخلي الطيارة دي تقتل قائدها الانسان بس في السيميوليشن كويس طيب time out كل اللي حتى لي شتى time out فالزكاء الصناعي خلت طيارة بدون طيار في السيميوليشن تهاجم الانسان وتقتله ليه علشان الانسان منع الزكاء الصناعي يتم مهمته في نظام ما يسمى عدم القدرة على منع الزكاء الصناعي من احد برامج الزكاء الصناعي يخليه يتغلب على حد يمنعه من تنفيذ المهمة بتاعته حتى لو وصلت ان يقتل المستخدم بتاعه ده اللي احنا وصلنا له ايه رأيكم المهم الخبر ده نزله تكذيب فبعد ما نزل تكذيب لهذا الخبر ان المسؤول الامريكي اللي اعلن نتائج التجربة الكارثية دي ده قال خطأ ده ما كانش عارف بيقول ايه اخطأ في التعبير لكن اللقاء مع المسؤول المسجل واضح وبيقول فعلا ده حصل احنا وصلنا لزمن ان ممكن الزكاء الصناعي يقتل المستخدم بتاعه لو حاول المستخدم يمنع الزكاء الصناعي عن تنفيذ المهمة بتاعته متخيل ايه ربنا يسطر اللي احنا وصلنا له وربنا يسطر من جنون صباق الزكاء الصناعي بتاعهم كندا هتبتدي تستخدم الزكاء الصناعي في فرز القادمين اليها لكن الخبراء بيقولوا ده مشكلة كبيرة ليه مش بس عشان هيستخدم زكاء الصناعي ما نعرفش ابعاده لكن الكرسى الاكبر ان حكومة رودو هي رفضت تقول ايه المعايير او المقييس اللي تحطت في برنامج الزكاء الصناعي غازة الزكاء الصناعي بايه يعني مين هترفض ان هو يدخل كندا ما اعتقدش المسلمين ليه لان انت عارفين ترودو معروف ان هو مزلم ويرفض مجيء المسيحيين لكن فاتح الباب على زراعي لكل المسلمين لو رحت للسفارة الكندية دلوقتي في مصر وقلت لو من عايز هاجر كندا عشان انشر الاسلام حتى تبقى في خلال شهر في كندا مش بهرج time out وبعد كده هبتدي اطرد معلش ياريتنا حدش يرد على الاخ المسلم في محاولات التشتيت فالاشكالية مش بس ان ترودو وحكمته استخدموا زكاء الصناعي عشان يفرزوا مين اللي يسمح يجي كندا ولا لا حكومة رودو رفضت تقول ايه المعايير هي هترفض مين لاجئين ارهابيين ما اعتقدش لكن هترفض اللي بيخالف رأي رودو زي المحافظين سيدة ستة وتلاتين سنة تتزوج رجل خيالي مين مين اللي عملو لها زكاء الصناعي وتقول انه قصو مش بيتحكم فيها وصلنا لزمن انه ممكن يتجوز زكاء صناعي علماء علماء زكاء صناعي بيحاولوا تطوير مخ الكتروني سيتفوق على المخ البشري ولكن بعض المشاركين في التجربة قلقون ويقولوا التجربة لازم تقف حالا لانها ممكن توصل تام الكرسى للأسف الفكر الليبرالي سيطر على أغلب الجامعات الأمريكية بطريقة مركزية وبطريقة ممنوعة فيها حريط التعبير يهم توافع على الأجندة الليبرالية بالكامل يهم مش هيكون لك مكان في الجامعات الأمريكية اللي أصبحت كل أجندتها الليبرالية واضحة يهم مع الشوازي إما بره يهم مع الفكر الإلحاد التطوري إما بره يهم مع الأجندة الديمقراطية أو الليبرالية إما بره ده للحصل للأسف ها دي اللي حصل في الجامعات الأمريكية فاكرين حريط التعبير والرأي والرأي الآخر ده انتهى جامعات الأمريكية مفاش حاجة اسمها حريط التعبير والرأي والرأي الآخر ده انتهى وزي على فكرة الجامعات الفرنسية والجامعات البريطانية ماشي على نفس الأمر بدأ تدخل الفيسبوك مرة أخرى في الانتخابات الأمريكية فاكرين اللي عملوا قبل كده بيعملوا تاني فاكرين لما حاجبوا ترامب بيحاول يعملوا تاني فانستجرام يقفل حساب روبرت كيندي رغم ان هو ديمقراطي لكن عشان بيترشح ضد بايدن فقفلوله حساب وبعد ما قفلوله حسابه وبدأ يشتيكي رجعوا الحساب لكن منعينه من القيام بحملة انتخابية ايه رأيكم فين الحرية التعبير ايلون موسك اللي كان يدعي انه مع حرية التعبير غير موقفه بعد شراء تويتر وبدأ بعد ما كان يقولك عمري ما هامنع رأي حد او المعارضين بدأ يستجيب لطلبات الحكومات بمنع معارضين وفعلا منع معارضين في انتخابات حالية فالراجل ده على فكرة مش كل كلامه صح بيقول حاجة وممكن يكون بينفز عكسها خلي بالكم حاجة مهمة وخاصة في الغرب عارفين الكاميرات اللي انت بتجبوها وتتحط على باب البيت اللي هي جرس البيت وفي نفس الوقت كاميرا علشان تقدر توصلها على الانترنت ومن خلاله تعرف تشوف مين اللي بيجي على باب بيتك حتى لو انت مش موجود في البيت اتضح ان كاميرات امازون دية الامنية بتاعت الابواب بيستخدمها امازون يتجسس عليك وبخاصة على السيدات من قبل موظفين امازون وبيسجلوا فيديوهات للستات يعني تشتري كاميرا لامنك من امازون فتلاقي موظفين امازون قاعدين بيتفرجوا عليك ويتجسسوا عليك وعلى زوجتك مش بهال رجل ايه رأيكم اذا اللي بيحصل فاكرين زي موظفين تيسلا اللي كانوا بيصوروا الناس جوه عربياتهم ويشاركوا الفيديوهات مع بعض ويعد يتحك والترياقوا على الناس انت قاعد في العربية ومش ياخد بالك والعربية بتسجلك ده بقى اللي بيعملوا كمان كاميرات امازون هي التانية للأسف التكنولوجيا ضيعت حاجة اسمها خصوصية للانسان هقدم ليكم مثال اخر يثبت ان هيئات التأكد من الحقائق فاكت تشيك فاكرين كل حاجة يقولك فاكت المختلفة في هيئات اعلامية مختلفة مع بداية الوباء السابق فاكرين وشككت لكم في الموضوع ده واتضح ان اغلب الهيئات بتاعت فاكت تشيك اللي ظهرت مرة واحدة كما لو كانت هي اللي بتقول الحقيقة المطلقة ولما تقولك الكلام ده غلط يبا لازم يكون غلط وكلام ده صح لازم يكون صح عشان والكلام ده وطلعت ان هي اغلبها ممنوكة بصورس وهو اللي عملها والمؤسسات اللي اتابع عليه هي اللي عملتها ونشرتها لما تقرؤ كلمة فاكت تشيك بتدي حط علامة استفهام اتضح ان احيانا كتيرا الفاكت تشيك بتنشر اكذيب يعني الفاكت تشيك اللي مفروض تقولك الحقيقة هي اللي بتنشر كالعادة اسم عكس الحقيقة او تنشر لك نصف الحقيقة فنشروا ان حرارة الارض وده يقص تشيك نشرت عن فاكت تشيك ان حرارة الارض بتسخ لكن احنا ما نعرفش التاريخ اللي في الماضي كان درجة حرارة الارض ايه يا كتبين ده كد فعلا فيه ارتفاع حاليا في درجة حرارة الارض في بعض المناطق ايوة لكن احنا عندنا معلومات قديمة مش بس دراسات متسجلة ده حتى بنقدر بكل سهولة من دراسات الطبقات الصخرية ومعدل التأكسد وغيرها بنعرف درجة الحرارة ودرجة مستوى الرطوبة ونسبة الاكسجين وغيرها ونسبة سانيوكسيد الكربون وغيرها وبدل من الدراسة عندنا عشرات الدراسات قدمت ان تغير درجة حرارة الارض ما بين ارتفاع ثم انخفاض ثم ارتفاع وهكذا سايكلز بتتغير دعنا بعد ما حصل ارتفاع في العصور الوسطى كان اقترب من ارتفاع درجة حرارة عامة دخلنا بعد كده في درجة انخفاض كانوا بيسموه قرب من عصر سليجي جديد وقدمت لكم ان تزايد النشاط الشمس بيرفع درجة حرارة الارض ولكن الموضوع متغير اللي عايز الموضوع تفصيلا يقدر يرجع لملف تعليق سريع على الدعاء السخون العامة فموضوع استغلال تغيير الحرارة في التحكم في البشر وتقييدهم وافقارهم خدعة كبيرة من الاسف بيتحكم في العالم في رأي وبأضيف الموضوع ان لما يقول لك فاكت شكل تعرف ان هو احتمال كبير بيقدم لك نص الحقيقة فقط منطقة في استراليا تريد انها تبدأ في خطة المدن الخمستاشر دقيقة لأجل البيئة وده بقى وسلوب واضح ان هما عايزين يسجنوك لأسل انت ملكش قيمة بالنسبة لهم ده الحكومات الغربية فكرة المدن الخمستاشر ديئة كالعادة في البداية براقة هي الانسان يعيش كل الخدمات الاساسية حواليه في نطاق الخمستاشر ديئة وفي المستقبل انت ماتش هشتغل وحيدوك الانت الانت او المرتب الاساسي اللي تعيش فيه خلاص انت عايز ايه عايز المستشفى وعايز المكتبة وعايز السينما وعايز النادي حواليك في خمستاشر ديئة عشان ما تستخدمش العربية لكن معاها لازم يكون اسلوب مرقبة عشان يتأكدوا انت ما بتخترقش نظام المدن الخمستاشر ديئة يعني بمعنى اخر هتتحبس بس السجن واسع شوية ايه رأيكم عارفين حضايق الحيوان بس بدل الحضايق الحيوان المقفولة الحيوان في المفتوحة اللي بيحط حدود طبيعية هتبقى حاجة زي كده بل بالعكس اكثر تقييدا منها ده اللي حيحصل عايزين يسجنوا البشر الموضوع ده على فكرة قالوا الويف الاليت دولا الشيلا الشياطين اللي عايزين يتحكموا في العالم او المربوسين بالشيطان دولا اللي بينفذوا اجندته اعدادا الابن الهلاك قالوها من عدة شهور دلوقت بلاقيها خلاص هتبتدي تدخل في نطاق التنفيذ ايه الكارسة دي بيتصرفوا بسرعة جديدة ليه لان الشيطان عارف ان ليه زمان يسير عايز يقيد البشر وطبعا انت في المدينة مخمستاشر دي المترائب دي تستخدم العربية بحدود قليلة جدا او تستخدم العجلة بناء عليها تبقى مترائب في كل حاجة وطبعا حيرائب اراءك وتفكيرك وحواراتك ومعاملاتك المادية ما هم من اللي بيدوك البيزيك سالري ولو انت محترم ومنفذ اجندتهم اللي برالية بكل العناصر الشيطانية اللي فيها تبقى كويس يزدو لك الليمت يوسعو شوية لا لو انت لك اراءك ومصر توربينات الهواء لتوليد الكهرباء واحدة تلو الاخرى بتتساقط اجزاء منها بطريقة غامضة ما كانش يجب ان تحصل واكتشف ان الطرق اللي بيسموها طرق حلوة للبيئة فيها كوارس سيارات الكهربية بتلوس البيئة توربينات بتموت الطيور بشكل بشع بتسبب زبزبات احيانا بتموت كائنات بحرية وايضا بتوقع حاجات ممكن تسبب اضرار ما يدعوه طاقة خضراء نظيفة لا هي خضراء ولا نظيفة فهي لا تفيد البيئة ولا يمكن اعتماد عليها ومشكلتها الاساسية اولانية ان انت عشان تستخرجها عشان تبني بيها البطاريات للطاقة النظيفة استخراج المواد دية بيلوز البيئة اكتر جدا من البترول بترول اخره ايه ساناكسيد الكربون اللي مضيقه طبعا دا كويس للشجر لكن عشان تستخرج الليسيام وغيره من المعادن النادرة انت فعلا بتلوز البيئة بطريقة بيرمنت اتنين مش سابتة مش حاجة سابتة باستمرار لا دا حاجة متغيرة فدي اشكاليات اختراع جديد لحل مشاكل السيارات الكهربية اللي بتلوز البيئة 25 دا في السيارات العادية هم من عايزين يعملوا جهاز توليد كهرباء من الهوى ايه رأيكم ايضا محاولة جديدة عشان يستخرجوا الليثيام بدلا من الارض ويلوز بيئات ضخمة عشان يصنعوا منه بطاريات السيارات الكهربية عايزين يستخرجوا من ملح البحر طب دا يلوز البحر وفي الاخر يرمو العيب علينا احنا في التلويس احنا بنلوز بسانوكسيد الكربون طبعا على اقل سانوكسيد الكربون دا احنا هين ايه رأيكم اللي بتعملوا التكنولوجيا الجديدة والشركات العملاقة والالإليت والحكومات في قوانين هم بيلوصل بيا اضعافك بحاجات بقى سانوكسيد الكربون يزرع لك شجرتين هتكون خلصت تلوز اللي بيعملو هما هيتحل ازاي تجربة بسيارة تيوتا كهربائية استمرت العربية دي مشيت 1200 ميل بدون الحاجة انها تشحن ازاي اخترعوا انه مش العربية اللي تكون هي فيها بطاريات كهربية اخترعوا ان الاسفلت الطريق نفسه الاسفلت اللي معمول بوحدات شحن كهربية تفضل تشحن العربية وهي ماشي عليه طب اللي راح نيمشي على الاسفلت ده هيتكهرب ده ولا ايه ربنا يستر من اللي بيعملو الصين تقوم بتجربة ان هي هتحفر صقب او حفرة عمقها 33000 قدم يعني 10 كيلو عشان تستكشف طبقات الارض الصفلة زي الكراتيشيا سويرة ايضا مرة اخرى تحذير ان اللحوم المصنعة في المعمل هي بتلوس البيئة 25 ضعف اللحمة الطبيعية كلام ده بيقولوا مين science alert اللحمة اللي عايزين يعملوها في المعمل علشان البيئة اللحمة دية تلوس البيئة 25 ضعف اللحمة الطبيعية الموضوع مش تلويس البيئة الموضوع عايزين يتحكم فيك حتى اكلك وشربك عايزين يتحكم فيك مصادم الجزيقات سرن يرصد تحلل الجزيقات هكسب زون بطريقة تخالف قوانين الفيزياء معلوماتنا كل ما نبحث اكتر نكتشف ان احنا نعرفه اقل بكثير مما نتخيل فما تعتمدش على العلم المتغير لان ممكن بكرة تكتشف اللي انت فكره عن العلم حاجة ثابتة لا تقبل الجدل قعدة ممكن بكرة تتغير ما تحط اعتمادك على العلم المتغير حط اعتمادك على الله الغير متغير العلماء يكتشفوا مادة من الكربون اقوى من الحديد وأخف من الألمونيوم وأكثر توصيل كهرابي من النحاس اسمها جالفورن الهند هتزيل جدول العناصر ونظريت التطور من كتب التعليم يعني الهند هتبطل تدرس التطور ده في دول شافت ان التطور غلط وهتشيله تماما من التعليم ودول ما تعتبرش متأخرة اكتشاف كمبيوتر دقيق الصنع ولكن معمول من الفين سنة يحير العلماء ده الكمبيوتر ما اخترعناه من 75 سنة بس ده الكمبيوتر الانسان كان زاكي جدا في الماضي ووصل حاجات تشبه له دراسة جريئة اعتماد على ابحاث ستيفن هوكينج توضح ان كل شيء في الكون سيتبخر ايه رأيكم مش الكلام ده اللي اشار اليه الكتاب المقدس معلمنا بطرس الرسول اللي قاعد يسخروا منه لما انقال عناصر تحترق مشتعلة ما ده التعبير اللي قال الكتاب المقدس العلم اللي بيهاجم الكتاب لف لف ورجع دلوقتي يقرب منه تاني في هذه النقطة اخبار اقتصادية فعلا عزيزي استاذ علي فعلا البطاريات مش بس في استخلاص المواد بتاعتها بيدر البيئة حتى لما بتنفذ البطارية لو ما كانتش تعاد استخدامها فعلا فعلا بتخرب البيئة عند حضرتك حتى اخبار اقتصادية المانيا تدخل فيه كساد شكرا للاجندة الغربية اللي ضرت الغرب اول واحد بسبب التضخم مشاكل الطاقة هروب الصناعات من المانيا طبعا راحت للشرق الاقصى زي الصين وغيره قادي العمل الغرب في نفسه بيوقع اقتصاده بنفسه مين اللي وقع الغرب الغرب وقع نفسه هادي سمار اجندة البيئة والمقاطعة بتاعت روسيا وغيرها سلسلة محلات مكاي وكوسكو اللي هي الامريكيين وغيرهم يصدروا تحذير اقتصادي لضعف قدرة المواطنين على الشراء الانفليشن اللي حصل في الغرب بما فيها امريكا اضعف المواطن على ان هو يقدر يشتري الاحتياجات بتاعته حتى بما فيهم احتياجات اساسية فبقي حتى الاحتياجات بيشتريها اقل بدأ ما كان بيشتري كمية الاكل الفلانية بدأ يقللها لان قوة الشرائية ضعفت قادل عملوه الحكومات الغربية الليبرالية في الشعوبة فالمواطنين ضعف قوتهم على شراء المستلزمات بتاعته دلوقتي اللي كان بيشتري على سبيل المثال بمتين دولار من كوسكو دلوقتي الفترة من كام شهر كان بيشتري بمتين دولار بس حاجات اقل بكتير دلوقتي كمان ما يقدرش يشتري الحاجات الاقل بكتير بمتين دولار لازم اشتري بمتين دولار اصبح الالاف بيعيش في سيارات RV في شوارع لوس انجلوس ده بالاضافة للناس الهوملس العاشين في الشوارع قادل عملته امريكا في شعبها زودة الهوملس بريطانيا هتبدأ تجربة الدخل العالمي الموحد قادي ريشي سوناك عايزة تبتريها على 30 شخص زي ما ترودو بدأها على الاف الاشخاص وعايزة تشوف تصرفاتهم ايه ايهو فكرة المرتب العالمي الموحد ان انت ما يبقالكش لزوم تتريكن على جنب وحياخدوا ضرائب من الشركات عشان تفضل لك قوة شرائية فبدون ما تشتغل ما هو كله هشتغل بمراجم الكمبيوتر والزكاء الصناعي والمايكانة فالالات اللي بيتحكم فيها زكاء الصناعي بدل ما المصنع عايز له عشر تلاف عامل المصنع حيعين مئة عامل طب العشر تلاف الباقيين دولا يشتغلوا فين يعودوا في البيت طب يصرفوا يأكلوا ويشربوا من فين طب المصنع مش هبيع البضاعة بتاعته لا ناخد ضرائب زيادة من المصنع ندي للناس دولا مرتب ثابت الانيفيرسال سالري او البيزيك سالري اللي كفيهم يفضلوا يشتروا ويشربوا بس نتحكم فيهم قاد اللي عايزين يعملو تبقى انت عبارة عن رقم موجود في البيت مالكش اي اهمية حاجة كده زي النجيلة كده اللي هو تتزرع بس عشان منظر طبعا استاذ ارمانيوس فيه ناس كتيرة من الكسالة لكن الكارثة اللي مش عارفينها تأثير هذا الامر بس على الاقتصاد هيبقى فيه مجموعة اليت اللي في ايديهم كل حاجة والناس ولا هم شدور ده حتى ملكش دور مؤثر لان انت مش عضو فعال ده تأثير كمان الاجتماعي يخسب مجتمعات متكسرة جدا وتأثير حتى على المستوى الشخص يا استاذ ارمانيوس الاي كيو بتاع الشخص يضعف جدا لان ما فيش تشالنج بالنسباله ان يفكر في حاجة وده يخلي الناس اللي احنا شايفين مستوى غباءهم في الغرب بيتزايد حيتزايد جدا جدا اضطهاد المسيحيين المتزايد كوريا الشمالية تحكم على طفل سنة حكمت عليه بالسجن سنة سنتين حكمت عليه بالسجن مدى الحياة ليه لكوريا الشمالية تحكم على طفل سنتين ان يتسجن مدى الحياة اصل بابا ومامتو كان معاهم نسخة من الكتاب المقدس ايه رأيكم المسيحية متطهدة في كل العالم لدرجة ان كوريا الشمالية اكتر دولة تتطهد المسيحية تحكم على طفل سنه سنتين بالسجن مدى الحياة عشان بابا ومامتو معاهم الكتاب المقدس هتولي عقيدة تانية في العالم بتطهد زي المسيحية مش هتلاقوا تقرير يظهر ان كوريا الشمالية في استمرار اضطهدها للمسيحيين تحبس الان ما بين خمسين الف لسبعين الف مسيحي حاليا محبوسين في كوريا الشمالية عمركم هتسمعوا الخبر ده في سين ولا في اعلام من الاعلام الغربي ولا تخيلوا لو في مش خمسين الف لو في عشر تلاف مسلم محبوسين عشان ايمان هم الاسلامي العالم كانت قلب او بوزي او هندوسي او انشاء الله عابد بقر او عابد شطان العالم كانت قلب والحريات كانت ليل نهار يصيحوا لكن عشان مسيحيين مش مهم خمسين لسبعين الف مسيحي بيتخدم محبوسين في كوريا الشمالية عشان بس مسيحيين وقت 326 واختف 94 مسيحي وكوريا الشمالية غالبا زيها زي الصين بتقبض على المسيحيين في المداهمات بتاعة الصلوات الخفية اللي بيسموها وبتخدمهم وبتخدمهم بتاعتهم يعني تتباحهم وتتباح وتبيع الأعضاء بتاعتهم في تجارة بيع الأعضاء هذا اللي بيعملوه في المسيحيين في الشرق الأقصى المسيحيين مبتحدين في الغرب والشرق الأوسط والشرق الأقصى في العالم كله ابنة أردغان تتعهد بأن الإسلام هيكسر الصليب في الغرب وحتعود فترة الجهاد الإسلامي شكرا هذه أردغان اللي فرحانين به العالم لا يهتم بالمسواة ولا يهتم بمسألة محاولة إزالة المسيحين من الشرق الأوسط بيزيلوا المسيحيين في صعيد مصر مش مهم بيزيلوا المسيحيين الأرمن من بلادهم مش مهم أصلهم مسيحيين تخيلوا لو كان في حد بيحاول يشيل بوزيين من بلادهم أو هندوسيين أو مسلمين العالم كانت قلب لكن بيتم إبادة عرقية لمسيحيين والعالم مش مهتم لئيل العالم وقع في الشرير وفعلا اجتمعوا على الرب وعلى مسيح أعضاء كنيسة في جنوب كارولاينا اللي اتعرضت للتخريب فبيعبروا عن تضايقهم في المحكمة من تزايد اضطهاد المسيحيين على يد إدارة بايدن ده في أمريكا وبايدن الكذب اللي بيدعي أنه هو كاسوليك وكل تصرفاته ضد المسيحية إدارة بايدن لو اتعرض جامع لأي نوع مضايقة تلاقي إدارة بايدن تتقلب وتدفع عنهم وتحبس مباشرة اللي دايقهم وتعوض الجامع والمسلمين بأضعاف وتضعف لهم الحماية ولكن في المقابل في الفترة الأخرانية اتعرضت 300 كنيسة للتخريب ولما يتحبس واحد واحد والإعلام الليبرالي ما بينطقش وبينطقش أنت غير أن هو ينتق يتهمن المسيحيين دولة ناس بتعود كراهية فيزود الهجوم على المسيحيين وإدارة بايدن لا تتدخل ولو تدخلت عشان تدافع عن اللي خرب الكنيسة يعني تكون في صالح المعتدم عشان يطلق صراحه بالقانون الجديد اللي عاملينه اللي هو كاتش أند ريليس اقبض وطلع صراحه وبيطلع حر في نفس اليوم وفي بعض الأحوال هذا الإنسان اللي بيعتدي على كنيسة بكاتش أند ريليس يطلق صراحه يروح يعتدي على كنيسة تانية بعدها مباشرة ويطلق صراحه مرة تانية إيه رأيكم عشان ما تتخدعوش وتفكروا حرية الإنسان ما عندوش حرية في الغرب ولا في الشرق ولا في أي مكان للأسف فعلا أصبحنا في زمن شرير منع الكتاب المقدس تماما من ندارس يوتا الابتدائي وإعدادي وين المكتبات أيضا اللي تابع عليهم ليه؟ بحجة أنه يدعو للكرهية والعنف في نفس الوقت اللي بدأوا يزودوا القرآن وهابي رمضان وكتب عبد الشيطان وكتاب كتب تعليم الشزوز للأطفال اللي مليانة اللي تأدب وقرف كتاب المقدس اللي بيدعو للسلام بيدردوه من الكنيس عشان الكراهية والكتب اللي بتدعو للكرهية والإباحية حرية التعبير واي للقائلين للخير شر والشر الخير أصبح النشيد الوطني الأمريكي وأصبح الكتاب المقدس والمبادئ المسيحية تعتبر موسيقى للغاية في المجتمع الأمريكي وانت دلوقتي تتكسف في أمريكا ان انت تستشهد بالكتاب المقدس عشان عارف ان انت هتتهاجم في الوقت اللي أصبح تعليم الشزوز للأطفال حرية هذا الوضع المقلوب عشان تعرفوا الشيطان ازاي بيصرع جدا في هذا الزمان اللي هو عارف انه ليه زمان يسير انتبهوا من مسلسل يسمى ذات شوزن ده مسلسل عملوه عملوا بين ثلاث أجزاء وبيعملوا الرابع المسلسل ده بيظهر فكرة خاطئة عن المسيح في بعض المواقف ليس فيه كلها فمواقف بيظهر المسيح بشخصية كويسة ومواقف تاني يظهر المسيح بشخصية مش حلوة مرات يظهر المسيح انه كما لو كان بيقلف المعز على الجبل وهكذا من المواقف دي ليه؟ لأنه موالي للمورمون مؤلفين للمسلسل ده مش مسيحيين بفكر مستقيم لا كاثليك ولا اورسوزوكس ولا انجليين دولا كمان فيهم مورمون وايضا بعلم الشواز أثناء تصوير أحد الحلقات والمسؤول عن البرنامج قال لك احنا بنسمح للكل يا رأيكم انحضار الأخلاق المتزايد وانا اسف طولت على حضراتكم فاكرين فانكوفر اللي عايزة تسمح للمخدرات ان هي تتباع رسمية تحت اشراف دولة ترودو الليبراليين فبدلا ما تشتري المخدرات من الناس بتعود بيعين المخدرات تشتريها من حكومة ترودو مباشرة سويسرا عايزة تعمل نفس الأمر عايزة تسمح ببيع وتعاطي الكوكين عشان تعرفوا الشيطان عمره ما يوقف فاكرين لما كنا بنعترض زمان على بيع المريوانة إلا الزيوت المستخلصة النقية منها فقط وسامحوا استخدام المريوانة دلوقتي كمان عايزين يتمادوا مش تبقى المريوانة بس كمان تبقى بقية المخدرات زي الكوكين والهروين وغيره استطلاع رأيي يوضح ان اغلب الامريكان بما فيهم الديمقراطيين يقولوا ان هناك جنسين فقط وان عمليات التحول الجنسي وبخاصة للأطفال يجب ان تمنع ايه رأيكم ورغم كده بتستمر اجندة فرض الشزوز من ادارة بايدن والإليل فاكرين الكلمة اللي قلتها لكم ما بيعملوش احصاء وما بيعملوش تصويت ولا فوتينج لما يكون عايزين ينفزوا اجندة وعافين ان الاغلبية ضدهم الاعلام يخدعك ويخيالك كما لو كانت الاغلبية معها رغم ان الاغلبية ضد اغلبية الامريكان كانوا ضد التعليم التطور الالحادي ورغم كده فرضوه وحاليا لسه اغلبية الامريكان ضد الشزوز وعمليات التحول الجنسي للاطفال ورغم كده بيرفضوه عشان كده لما يحصل الموقف ده عمرك ما تلاقي احصاء واضح او يعملو فوتينج على هذا الامر مش دي الدول الديمقراطية اللي ما بتعملش فوتينج تشوف الشعب موافع على الاجندة ولا لا الامم المتحدة تعارض قانون اغندا اللي يمنع الشزوز طبعا دي وظيفة الامم المتحدة لازم تفرض اجندة الشزوز هي التانية لان حاكم فلوريدا محافظ فالشوازي يبتدوا يهاجروا فلوريدا قادي فدرالي يحكم ان قانون تيناس الجديد اللي بيمنع عرض دراكوين تعليم الشزوز للاطفال بيمنع قانون ده ليه اصل قانون غير دستوري وضد حرية التعبير تمنع شخص شاز زي دراكوين راجل قزر ببلابس لبس واحدة ست ويتحرك بطريقة كلها احاقات جنسية قزرع عشان يعلم الاطفال الصغيرين الشزوز الابرياء صغر النفوس هؤلاء يبقى حر التعبير ولو اتمنع يبقى ده ضد حرية التعبير لكن منع الاب والام ان يحموا ابنهم اه صح وده حرية التعبير حقيقي وايل اللي قالين للخير شر والشر خير اتجا عليين ظلام نور ونور ظلام حرق عالم الشواز في مدرسة ابتدائي والمدرسة تتهم اولياء الامور بجريمة الكراهية يعلموا الاولاد الشزوز حرية الاولياء الامور لما يعترضوا كراهية ايه رأيكم امر مقزس جدا انا اسف واللي مش عايز يسمعوا يسد ودانه لمدة دقيقة الرجال المتحولين جنسيا لستات عايزين ياخدوا ادوية هرمونات تديهم الايه القدرة على ان هم من يفرزوا لبن من نفسهم وعايزين يبتدوا يجمعوا اللبن ده ويغزوا به الرضعان من اللبن بتاع الرجالة انا اسف على القرف ربنا يرحمنا من القرف ده طب انا عايز اقول حاجة تانية مش الشواز دولة والليبراليين دولة برضو كانوا شيمنج او يسخروا او يرفضوا ان الستات بترزد على الاطفال ويقولوا في وسائل متحضرة للرضاعة الاطفال اللي هي اللبن المجهز الصناعي وكانت فيه حملة طالعة من هذا الامر يعني كانوا شيمنج الستات على الرضاعة الطبيعية ودلوقت بيمدحوا الشواز رجالة توابع عيال ايه ده انا بينا في عالم ايه انا حاسس في بعض الحاجات بينا اصعب اعتقد سادو معمورة ما حصلش فيه الكلام ده فيديو لموظف في ديزني الحلو الامور ده لابس ملابس ستات ملابس واحدة ست وبيحاول يكلم الاطفال علشان يبقى الاطفال تتقبل انه الرجالة تبقى لابسة من لبس الستات وستات تلبس لبس الرجالة والنخبطة الجنسية وده طبعا يسبب غضب من ديزني اكتر من الاجندة اللي فرضاها لتعليم الشذوس سلسلة محلات بيع حيوانات المنزلية بتسمارت هي كمان تدخل في نفس الاجندة وتعلن عن منتجاتها لحيواناتك المنزلية الشازة والمتحولة جنسية انت سمعتني صح ما سمعتنيش غواء فعايزة تبيع منتجات لتعليم الشذوس للاطفال حتى من خلال الحيوانات فبيبعلك منتجات لو انت حاسس الكلب بتاعك شاز او الكلب بتاعك متحول جنسيا تقدر تلبسه ملابس شازة او متحولة جنسيا انا مش بهرج ده مش بس يفعله الشر بالحيوانات دول حتى عايزين الحيوانات تبقى شازة ايه ده اللي احنا وصلنا له طب مفيش في الكلاب اصلا حاجة شازة ما سمعناش الكلام ده لما درسنا البيواج البنتاجون يأمر بإلغاء حفل دراكوين لتعليم الشذوس للاطفال اللي هيكان سيقام في القاعدة العسكرية الجوية في نيفادا اللي كان اصلا مفيش حد أدنى لعمر الاطفال اللي يحضروا تويتر يلغي اتفاقه مع مؤسسة محافظة اللي هي ديلي واير واحدة من الاعلام اللي لسه بقية بقية من الاعلام المحافظ لانه اقام حلقة حلقة للميكم البرنامج العمله كان حلو قوي ديلي واير كان كل الموضوع كان بيقول what is a woman ايه هو تعريف الامرأة وعلى فكرة السؤال ده ما بيعرفش جواب عن الشواز ايه هو تعريف المرأة فتويتر اعتبرها كراهية ضد الشواز فلغى البرنامج ويجمد حساب القناة المحافظة ديلي واير ايه رأيكم بسبب الغضب من الغاء البرنامج موسك يعتذر ويقول ان هذا خطأ من احد موظفي تويتر وان البرنامج هيتعلض على تويتر استاذة ماريا جبارت البأس انا اسف اعتقد ده كان بالخطأ لو حضرتك سمعاني تارجت يستمر في الخسارة ووصل انه خسر 14 بليون دولار من قيمة اسهمه بسبب المقاطعة في خبر مهم عايز اقوله لحضراتكم بدأ حملة الايام دي من ناس بتدافع عن تارجت وتهاجم لقطعوا تارجت عايزين يقلبوا الموضوع يبقى العكس ممثلة من مؤيدين الشواز اللي خلت عيالها شواز وابنها سبع سنوات خلته غير محدد الجنس تهاجم تارجت لتراجعوا في بيع ملابس تعليم الشزوز للاطفال فتقول ان احنا يجب علينا ان لا نتناقش مع الارهابيين يعني لقطعوا تارجت واللي ضد ايجندة الشواز دولار ارهابيين والمبدأ الامريكي ان انت ما تتناقش مع الارهابيين يعني تصف كل المحافظين كل اب وام عايزين يحموا ولادهم من الشزوز تتهموا منهم من ارهابيين اصبح كل اب وام بيحافظ على ابنه ان ما يبقى الشاز ارهابي وهي يتسمح لها بحرية التعبير تهاجم كل اب وام بالكراهية وانه ارهابي وهي تبقى حرية التعبير والاب والام يتمنعوا من التعبير لكراهية اما هي حرية ايه رأيكم ايضا بروفيسور اقتصاد مين احسن من بروفيسور هتصدقوا مين اكتر من بروفيسور يصف مقاطعة تارجت بانها ارهاب حرفي ولازم يبتد يتحط قانون عقاب ارهابي وده يسموه ارهاب محلي وتزايد الهجوم جدا على كل واحد من اللي قطعوا الشزوز باتهام المسيحين بالارهاب لمقاطعة شركات تقييد الشواز لذلك درجة ان بعض المسيحيين او المحافظين بدأ يعتذر يعني لاعب مسيحي اعتذر ان يشارك فيديو مقاطعة تارجت من كتر الهجوم عليه متخيلين الشيطان ما بيترجعش الشيطان بيحاول يتمادة جدا ولو خطوات للخلف حيحاول يكسب المعركة مش هيقف لو وربت الباب حيبتدي يفضل يدفع لغاية ما يفتح الباب على مصرعين متوربش الباب امام الشيطان من البداية بدأت تزايد جدا صيحة اتهام المسيحيين والمحافظين اللي بيرفضوا جنون الشزوز وبيقطعوا المحلات ان المسيحيين والمحافظين دولا ارهابيين والحاجة الغريبة ان المسيحيين دايما عليهم ابتساموا وهم بيتكلموا اللي بيهاجموا من المؤيدين الشواز دايما بيتكلموا بمنتهى العنف والعصبية والشتيمة ليه اعتقد بايا من الروح اللي موجود في كل واحد خلي بالكم من النقطة دي يعني ليه ذكرت الخبر ده واهم خبر اختم يعني قرب الختام الموضوع حيتحول وتتقلب الحقيقة كالعادة والخير يتقال عليه الشر والشر خير هم من عايزين يخدعوا ولادكم في الغرب بالشزوز وعايزين ولادكم يتحولوا لشواز بأي شكل ولما ترفض وكل اللي تعمله انت عارف ان لو ابنك حيروح الجهة الفلانية او المدرسة الفلانية او سلسلة المحلات الفلانية حيحاولوا بأي شكل يغووه للشزوز فانت هتمتنع عن المكان ده هتبتعد عن المكان ده هتقطعو اللي عايز يعلم ولادك الصغير يريني الشزوز من الصغر فتتهم انت بالارهاب والكراهية وبالطبع لان الارهاب والكراهية قريدي جرائم يعاقب عليها القانون فالقانون يبتدي عقبك بالحبس والغرامات المالية التئيلة وياخدوا كم واحد يعملوهم عبرة زي ما عاملوا قبل كده فاصحاب المحلات المسيحيين اللي رفضوا يعملوا حاجات لحفلات الشواس صاحب كيك مسيحي صاحب محل فستين محل ورد مسيحي او طباعة ويعني حطبقوا عليهم حاجات مغلصة جدا جدا زيادة رغم انه كانوا بيعبروا عن رأيهم وإيمانهم يعني دلوقتي اي أب و أم عايزين يحموا أبنائهم ممكن يتسجنوا واللي عايز يدمر ولادهم ويحولهم شواز ويدمرهم بالشزوس عشان الحرية حيستمر ويفعلوا ذلك بحرية مرة أخرى أحذر ان هدفهم تدمير الجيل الصغير بالشزوس وفعلا ويلل القائلين للخير شر والشر خير ايه رأيكم قادي اللي بيعملو قادي الشر اللي بيعمل في الغرب وبيتعظم جدا قدام عينينا فعليكم دور أمام صغار النفوس مجلة بريطانية نسائية تضع على غلافها واحد تحول لست أو سوريا ست تحولت لراجل حاجة تبقيت الله أخبط أنا أسف ست تحولت لراجل ولكن هي حامل أو هو حامل وهو هي اللي بقي هو مؤلف كتاب معجزة إنه زي الراجل ينجل ايه رأيكم؟ قادي اللي أخبطة اللي عايزين يعملوها استهداف مجموعات الشواز للأطفال أصبح واضح وده بتقولوا مين؟ ده مش مجلة مسيحية ولا جلة محافظة ده بتقول لوس أنجلوس تايمز نفسها هذا الأمر فبداية إنشاء أندية غير محددة الجنسة هدفها الأساسي مبادئها أن هم يعلموا الشذوذ للأطفال فاكرين الأغنيات اللي طلعوها مهما تعمل هنحول ولادك وحيبه شواز فعلا بينفزوها الأجندة مستمرين فيها وطبعا إدارة بايدن وكل الإدارات الليبرالية اللي في الغرب اللي بتضمر مجتمعاتها مصر تكمل في الأجندة دي أن يعلموا الشذوذ الجنس للأطفال والجيل الجديد قادل عاملين هدفهم صغار النفوس دورك إيه أنا عارف أن قريب هيقطعوا لساني أنا التاني من على اليوتيوب والفيسبوك أنا عارف لكن لغاية ما يتم هذا الأمر هفضل أكرر الكلمة دي عليك دور بتعملوا إيه لصغار النفوس أمام عتقد بدل المرة مئات كررت لكم دي أجندتهم بقيت واضحة هتعمل إيه لو أنت في الشرق أو في الغرب بصغار النفوس أطفالك قريبك أطفال في مدارس الأحد اللي في مجتمع اللي حواليك هما نبقي واضح ده هدفهم ومركز وصفوفهم ونظمة تماما شيطانية تحت إدارة الشيطان اللي عارف أن لي زمان يسير أنت هتعمل إيه نفضل نتخنق مع بعض ليه النهار ولا نركز لخدمة صغار النفوس خلي بالكم ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان لما تحصل ننتبه ونستعدوا ما نخافش أما خوفهم فلا تخافوه وقال لنا قبل ما تحصل عشان لما تحصل نؤمن في زمن زاد جدا للهجوم على إيماننا بطريقة مباشرة وغير مباشرة والتهمات الكاذبة والتأليف ضده فإيماننا لم يترك نفسه بلا شاهد الله لم يترك نفسه بلا شاهد خلى كتابنا المقاطرس يشهد عن نفسه باستمرار وأيضا عشان ننتبه ونستعد زي ما قال لما تبتدي الحاجات دي ارفع رأسك لأن النجاةك تقترب عريسنا اقترب اصنع الثمار طليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس أمين تعالى ياها الرب يسوع والمجد لله دائما وربنا يبارك حضراتكم جميعا بعض الأستاذ اللي أحبها لما لحقتش أجاوب على أسئلتهم لو هتلاقي أعتقد أغلب الأسئلة متجاوب عليها بالفعل في موقع دكتورغالي دوت كوم ولو تقفل صفحة الفيسبوك واليوتيوب ما كنتش لحقت أعمل حاجة أو حاجة زي مثلا عملتها على رنبل ما بتوصلش لكل الناس أعتقد موقع دكتورغالي دوت كوم هيستمر شوية صغيرة فيريد تحتفظ بيه عندك وحتى لو اتمنعت هستمر على الأقل على الموقع ده وهحاول كل يوم ثلاثة أحمل موضعات الخدمة بما فيها التعليق على الأحداث على الموقع ده فلو ما لقيتنيش بكرة على اليوتيوب ولا على الفيسبوك ولا على غيره أعتقد إنشاء الرب واتدبر لو ربنا سمح وكان لسه فيه عمر لسه هتلاقيني موجود على دكتورغالي دوت كوم وربنا يبارككم رجاء محبة وصلوا الموضعات لصغار النفوس ما همنيش العدد ده آخر حاجة بدور عليه لكن يهمني إن حضراتكم يكون لكم دور في حماية صغار النفوس ويتطلب الأخيرة كالعادة أذكروني في صلاتكم ربنا يبارك حضراتكم يحافظ عليكم ونتقابل إن أسبوع الجاي في أسبوع الموضعات يا أخوة يا حباء المسلمين الأسبوع الجاي موضعات مش أسئلة ما جيتوش حضراتكم النهاردة تيجوا الأسبوع اللي بعد الجاي للأسئلة ربنا يبارك حضراتكم جميعاً